والآن ندعو المتسابقة أليشبا شيخ شفيق أحمد من باكستان وتقرأ برواية حفص عن عاصم ترجمة نانسي قنع السؤال الرابع يقرأ من قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان فأوفوا الكيل والميزان ولا تبقصوا الناس أشياءهم أشياءهم ولا تعثوا في ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله عن سبيل الله من آمن تبغونها ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ارجعوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَاءِ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ حسبك سؤال الخامس يقرأ من قوله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ الَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكن فهذا يوم البعث وقالَ الَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْثَدِينَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ كَافِرِينَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِدْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِّيم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَا الْحَدِيثِ لِيُضْلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ حسبك بارك الله فيك